السلام عليكم الاخوان والاخوان نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ورمضان كريم وصحب توركم اليوم لجينة دينا دي المخمر ولا الملوي بلا تعب بلا دليك سهلة وسريعة طريقة سهلة وبسيطة وضغية كي يتحدر يا الله خليكم معي ما تنشو بيت عادي ندوزو نشوفو الطريقة كيفاش كنتو المخمر دينا ولا بغيتو تقدرو تديرو تنملوي هنا لجينة ديالي جينة السحرية اليوم لجينة دينا دي المخمر ولا الملوي بلا تعب بلا دليك سهلة وسريعة كيف مادرتها في فلابوش طلقات والات بحلستيك مدلوك بلا دلك بلا سعب فكتلاحظوا لجينة والات مطلوقة تديرو بها كيف مبغيتو هنا لجينة ديالي جينة طحن ديال فينو مع ملقة ديال خميرات الحبيبات ملقة كبيرة وملقة صغيرة ديال السكار باش تلقات الخميرات وقريصة ديال الملحة تهيا ومباد جينة بكاس ديال المدافي وطمى باقي حليب جينتها بالحليب وكتجي اكتر من رائعة هاد الاجينة ديال المخمير والمهمة الاخوان ديالي انا سبق لجينت ولان الفيديو غد يجيكم طويل وتبرك الله ركو شكرا في عجينة ديال الملوي والمخمير يعني بالطريقة عادية كيف مكن عجينة دائما غير اللي بغى نوريه الطريقة يكتب ليه في التاليق مرحبا غير مني كتجنو الاجينة ما كتخليوهاش قصحة كتخليوها شوية مرخوفة وجمعوها وديروها في البوش وبوحدة كتلق راسها بلا تعيب بلادليك كيف ما كتلاحظو هنا يا من انك القاتل الاجينة ديالي غادي نضير قريصة صغير ورين وغادي ندهنوهم بالسيت باش اعطينا طوع كيفاش نطلقوهم هنهنو بشوية زيت هكذا ونخليهم ونبعد غد هدوز نبتاو نقرر صور الاجينة ديالنا مهم نتمنى الطريقة تنال اعجاب ديالكم ونخليكم مع الوصفة ونتمنى تنال اعجاب ديالكم الطريقة ديال المخمر ديالي وكل شي كيعرفي عجل المخمر كل شي كيعرفي صوب الملاوي كل شي الحمد لله ومتبارك الله وصلاة النبي يعلا خليكم معي بغيت نشرك معكم الطريقة ديالي كيفاش نحضر مخمر ديالي يجب عليكم فرجة ممتعة فرجة 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 شكرا